حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها وبناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسستها وحفاظا على الشعب التونسي اجتمع هذا المجلس أو هيئ له أنه اجتمع ولا يعلم أحد كيف تمت دعوة هذا المجلس للإنعقاد لأنه أولا مجمد والاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزية أجنبية وما لم يحصل قط في تاريخ أي برمان لا شرعية له على الإطلاق فمن تقدم بهذا المشروع ومن ختمه ومن أمر بنشره ألي هذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ألي هذا الحد يستهنون بالشعب التونسي بعد أن جوعوه وبعد أن نكلوا به ولكن أقول لشعب التونسي لتأمن إن شاء الله من بعد خوف ربما ولكن لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة أنها محاولة فاشلة للانقلاب وهو تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت منذ قليل السيدة وزيرة العدل بصفتها رئيسة الميابة العمومية تبقى الفصل الثالث والعشرين من بجلة الإجراءات الجزائية بفتح دعوة أمامه النيابة العمومية وتأجه إلى الشعب التونسي بأن يكون في هذه اللحظات الدقيقة والخطيرة التي تعيش وتونس أن يكون ثابتا متماسكا متماسكا وأن لا يترك أي كان من هؤلاء الذين لا يتورعون عن ارتكاب الجرام يتسللون إلى صفوفهم وبالتأكيد وبالتأكيد سيعبر الشعب عن إرادته ولكن في إطار السلم وفي إطار احترام قوانين الدولة وأحذر من أن أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون بقواتنا المسلحة العسكرية وبقواتنا المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الإنقلاب عليها عاشت تونس حرة مستقلة أبدا الدهر وعاشت الجمهورية وسيحقق الشعب التونسي آماله وسيحقق مطالبه ونتحمل المسئولية في ذلك أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب المسئولية تقتضي أن نتخذ هذه الإجراءات حفاظا على الدولة وعلى استمراريتها ماذا يعني أن يقال أن كل المرسيم التي تم اتخاذها تم إلغاؤها من قبل من اجتمعوا اجتمعوا في أي مكان اجتمعوا وما معنى يقع إلغاؤها يعني هل هؤلاء وعون بما يفعلون أقول لهم أن عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم بل ليس لديهم عمق وأن شرايتنا نستبدها من الدستور ونستبدها من الشعب الذي فوضنا وأقول لهؤلاء الذين يتحدثون كل يوم عن الحريات أقول لهم نحن نضمن الحريات وهم خطر على الحريات خطر على الدولة ومن يعتقد أن مؤسسات يمكن التسلل إليها كما تسللوا إلى عديد المؤسسات فأن واهم الدولة قائمة والدولة ستستمر والجمهورية ستستمر وسنواصل إن شاء الله على بناء طريق جديدة إلى تونس سنواصل وهذا هو مشروعنا لماذا يهبون الانتخابات وقد تم تحديد تاريخها لماذا يهبون الاستفتاء وقد تم تحديد موعده السيادة للشعب وهي أعلى مرتبة من الدستور فلنعود إلى الشعب ولكن لن يعود إلى الانتخابات من يحاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة تم تحديد تم تحديد الموعد وتم تنظيم الاستشارة بالرغم مما فعلوا أكثر من 120 ألف هجوم إلكتروني على الاستشارة من دول متعددة مختلفة ليحباطها لماذا يخفون الشعب ويهبون أن يعبر الشعب عن إرادته لأنهم يعرفون أن هم فقدوا أي شرعية وأي مشروعية ولا تعلموا المفاهيم التي لم يتعلموها ولا أعتقد أنهم قادرون على استعابها نمر بدقائق أو بلحظات صعبة ولكن هذا قدرنا وهذه مسؤوليتنا ولا مجال لأن تكون الدولة والشعب التونسي هدفا لمن لا يؤمنون بمؤسساتها ولا يؤمنون بالقانون ماذا يريدون ما يريدون حكومة أخرى يعني كما حصل في بعض الدول يريدون الاقتتال يريدون الفتنة فليستيقظ من أحلامهم وآن الأوان أن يستيقظوا بقوة القانون وبالدولة وبمؤسساتها هذا ما عدنا الشعب عليه ولن نترك أبدا لهؤلاء المجال للتحرق وسيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن للحفاظ على الشعب ومقدراته ولا الحفاظ على استقلالياتنا سنحترم القوانين نحترم الحريات كلها ماذا يريدون بالحريات هو التسلل إلى الدولة وضربها من الداخل وأخذر هنا من أن أي محاولة للمضاربة بقوة الشعب من أي جهة كانت ستقابل بالقانون هم يريدون تجويع الشعب والتنكير به في غذائه وفي معاشه يريدون الفتنة ولكن لن يفلحوا تورس دولة مستقلة ذات سيادة السيادة فيها للشعب وستبقى قائمة بالرغم من هؤلاء الذين لا يعيشون ألا في الظلام المسؤولية ثقيلة ولكن لا بد من تحملها لأننا نحمل هذه الأمانة ولأننا أعهدنا الشعب على ذلك وأعهدنا الله على ذلك فلنسر جميعا بخطا ثابتة حتى نحبط أعمالهم هم مفضوحون بكل المقييس على أي مقياس من المقييس لا شرعية لهم ولا مشروعية وسيظهر ذلك من خلال ردود الفعل وأقول ردود الفعل الشعب يترقب في ذلك ونحن في موعدا مع إرادة الشعب وفي موعدا مع التاريخ لنصنع تاريخا لتونس تاريخ الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات النظام الجمهوري عاشت تونس ولا عاش فيها من ليس من جندها ولا عاش فيها من خانها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته